أبنائي وبناتي طلاب كورس ميديا كريتسيزم النهاردة معدنا إن شاء الله مع المحاضرة الثانية وهي محاضرة أعتقد ستكون شيقة بالنسبة لكم جدا بأنوان الميديا كريتسيزم تريند هناك أشياء تقريبا من ميديا كريتسيزم في طريقة كرياتي في ميديا تقريبا من مجموعة من المقومات أو العوامل التي تتحكم في تحديد مدى الإبداع في العمل الإعلامي والتي يستخدمها الميديا كريتسيزم لكي يحكم على العمل الإعلامي الأول تقريبا بين الأشياء الميديا تقريبا بين الأشياء الميديا يجب أن تكون تحديد من أشياء الميديا تقريبا بين الأشياء الميديا حيث أن الأشياء الميديا تقريبا بين الأشياء الميديا أول هذه العوامل ما يسمى أو الوحدة الموجودة بين الأجزاء هذا العمل الإعلامي كل عمل فني ايا كان موفي فيلم او لوحة او بري او غيره ايا كان العمل الفني يتميز بوجود وحدة توصل بين الاجزاء بتاعته من غيرها ممكن العمل يبقى مفاكك وبعيد عن الابداع ممكن جدا تكون الوحدة دي مسلا في الموفي او الفيلم السينماي يكون من خلال الاكترز من خلال استخدام زوايا للتصوير من خلال الاوديو او الفيديو في واحدة معينة ماشية بيسستر معين طول العمل الفني ممكن في خلال اللوحة مثلا اللوحة استخدام الزلال بشكل معين بشكل بيربطه خط معين في اللوحة او استخدام الزوايا اللي بيستخدمها اللي بيقوم برسم اللوحة في توصيل مفهوم بتاعه واستخدام الالوان بشكل او باخر في اللوحة بيجمعها وحدة معينة او اتفاق معين المهم ان اليونيتي بين الـ parts دي بتبقى وهي اللي تجمع العمل وبتديله قوته في المجال الإبداع. النمرة الثانية هي balance and harmony between the elements of media work and its components. where all elements are equal so as not to overwin each other since the imbalance in the media often leads to lose its beauty. اللي بيكمل موضوع unity هو وجود balance أو التوازن harmony والانسجام اللي موجود ما بين عناصر هذا العمل الإعلامي ومكوناته كل العوامل الموجودة فيه أو العناصر المكونة لهذا العمل بتتكامل مع بعضها بحيث أن لا يضغى عامل على آخر بحيث مثلا أن التصوير في الفيلم لا يمكن أنه ينهي دور للسيناريو أو السيناريو اللي يمكن أن يؤثر على الدول اللي بيلعب الممثل وكل دول بيستمهم بشكل آخر director بتاع العمل الفني يبقى فيه توازن وانسجام في العناصر المكونة لهذا العمل الفني. diversity ميديا work gives areas in the aesthetic test and allows the public to find diverse workers not pouring. diversity contributes to the making of a beautiful integration of media work. مع وجود الوحدة والانسجام لازم يكون فيه نوع من أنواع التنوع داخل العمل الفني بحيث أن ده يغير من المود أو من شكل التزوق الجمالي ويتيح للجمهور أنه يجد عمل متنوع وغير مميل. الحقيقة diversity تتحقق على مستويين ممكن تتحقق على المستوى horizontal أو vertical مستوى horizontal يبقى فيه تنوع داخل نفس العمل نفسه بحيث يكسر حدة الوحدة أو اللي كلمنا عنها في النقطة الأولية يبقاش كله حاجة واحدة يبقى فيه تنوع بسيط يكسر يعني دايما المطلوب أن diversity تكسر unity في بعض الأحيان وعلى المستوى الرأسي ما بين أعمال المخرج أو المبدع نفسه في أعماله المختلفة ممكن جدا يكسر الخط اللي هو ماشي عليه يبقاش كله مثلا ماشي الدراما يمكن يعمل comedy في وقت معين أو غيره يحقق أنواع من أنواع الاختلاف اللي هو يعني بيدعم الكرياتيفتي في الأرتورك بتاعي great care in the text written or read because the quality of style and choice of words contributes to the achievement of الكرياتيفتي for work هنا المفروض أن يبقى فيه عناية حقيقة بالنص المكتوب أو المقروء بالخاص بالعمل ده لأن جودة وأسلوب واختيار الكلمات الحقيقة بيسهم في تحقيق الإبداع بشكل أو بآخر في هذا العمل excellence in the selection of colors for the visual materials and the choice of sound for the audio materials because it has great aesthetic effects in the creative process طبعا العناية بشكل كبير هنا في اختيارنا لاستخدام الألوان في المواد المرئية بحيث أن كل اللهم يعبر بشكل أو بآخر عن مشاعر معينة attitude معينة values معينة جوه العمل الفني باختيارنا للألوان يكون مناسب جدا للمواد visual المرئية وأيضا استخدامنا للصوت ونبضات الصوت في الـ audio materials لازم يكون متناسب ويكون له تأثير معين أو مناسب لشخصية معينة مثلا أو لصوت معين صوت دخول صوت خروج أو غيره في تناسب معين مع الصوت يكون له تأثير جمالي على العملية الإدعية بتاعتي الحقيقة الحقيقة الجمهور يتبين في اختياره مسألة الألوان والكلام ده كله سواء الألوان في الصورة أو الـ audio بناء على ثقافة الفرد وبيته شخصيته تحكمه بشكل أو بآخر في اختياره للعناصر الجمالية زي الألوان والصوت والصورة والكلام ده كله وكذلك أيضا وضعه النفسي والاجتماعي لأن المبدع له طبعا أو حالته النفسية وحالته الإبداعية الموت بتاعه ووضعه المجتمعي بشكل عام ممكن يؤثر وتدخل بشكل كبير في إبداعه أو إخراجه لعمل معين لكن حيث الاجتماعات من هذه الألوان والصوت يتم تحكمة أكثر من المدينة المتحدة وكذلك لأن تكنولوجيا الاجتماعية المتحدة لتحكمة هذه الألوان والصوت بما يتم تحكمة الألوان والصوت وهي تتمتع بقبول كبير في بيئة العمل الإعلامي التكنولوجيا تدخلت بشكل كبير جدا سواء في داخل مصر أو في العالم طبعا بشكل أوسع أطاحت لنا إمكانيات كثير في استخدامات الصوت والصورة من خلال الجرافيكس والمونتاج الصوتي وده خلق نوع جديد أو أنواع جديدة من الإبداع في الأعمال الفنية اللي احنا بنتعامل معها الميديا كريتسيزم ترينز وده الأساس بتاع الليكتشر النهاردة عندنا في مجموعة من الاتجاهات في النقد الإعلامي مختلفة بتظهر في الأرتيكالز اللي انتو ممكن تشوفوها مكتوبة عن أعمال فنية معينة والتي ستظهر في الكتباتكم أيضا إن شاء الله الأول سالة العرب تظهر المعركة الكتباط البدء يظهر المعروف التي تطلبها تقديد إبداع المعروف التي تهمها أمور مختلفة وإبداع أساة لكن تتأكد عليها إنسان المعروفية تغيير المعروف الآخر من العمل للتجاهي النمائي الأولاني ونسميه الاتجاه المعريفي الحقيقة يؤكد أن الإعلام بيقوم بتوصيل رسالة وإن رسالة هي أساس العمل وإن المعاني هو المهم أن الخروب بالمعنى والمعرفة والأفكار والأديولوجي الموجود هو ده الأساس وبالتالي بيركز عليه جدا المقال أو المقال النقدي وبيفتقد التركيز على عناصر العمل الأخرى زي الألوان واستخدامها زي الصوت زي الصورة زي غيره فيبتدي يركز فيه مقاله النقدي مثلا على أن هذا الفيلم يناقش فكرة اجتماعية معينة وفكرة كذا ويبتدي يخدم في كل الأرتكال على مسألة الأيديا اللي هو بيقوم عليها العمل الأعلامي ويتجاهل بقى كل العناصر الجمالية الأساسية الفاكتورز وغيرها من العناصر الموجودة في العمل الأعلامي فيركز فيه المقال بتاعه والمقال النقدي على الجانب الفكرة أو الجانب الخاص بالأديولوجي أو الموضوع أو المعرفة المعينة اللي بينقلها هذا العمل دون العناصر الأخرى بيبقى نقص كبير فيه مقال مكتوب بهذه الطريقة وبيعتمد على الـ knowledge trend بشكل أساسي بس بس من غير بقية الـ trends هنتكلم عنه الـ formal technical trend this trend seeks to study the composition of the work and its technical and formal elements in which the work has emerged and makes the other trends means to be used الاتجاه ده اللي هو الاتجاه فني أو الاتجاه الشكلي بيسعى لدراسة تركيبة العمل عناصر الفنية المستخدمة فيه العناصر الشكلية بيخدم عليها كويس قوي في الـ article بتاعه ويستعين بيها وينشغل بالجانب الشكلي هنا بعيدا عن المضمون يعني هو عكس الاتجاه الأول اللي هو knowledge trend فإن هو هنا بيركز على الجانب الشكلي فقط استخدام الألوان استخدام الإضاءة استخدام الصوت العناصر الفنية بشكل عام ولكن يتجاهل تماما العناصر الفكرية أو الفكر أو الفكرة الموجودة في العمل ممكن ده يؤدي إلى مخالفة حتى للقيم والمبادئ في سبيل أن هذا العمل فنيا عالي جدا لكن فكريا ممكن يكون منحل جدا أو أنه مخالف للقيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع يبقى هنا سواء الشكل الأولين اللي هو knowledge trend اللي بيركز على الفكرة بس وتجاهل العناصر الفنية ده شيء مسليم والـ former technical trend برضو اللي بيركز على الشكل بس من دون الفكرة أيضا ده شيء غير سليم The focus in this trend is the preoccupation with the former aspects without the content knowing that this trend may be the cause of publishing content contrary to the values and principles مثل ما احنا قلنا ممكن جدا الفكر للاستخدام هذه الطريقة في كتابة الكريتسازم بتاعنا أو النقد بتاعنا ممكن تؤدي إلى أن نحنا ننشر قيم وعادئات وأفكار غريبة عن المجتمع لأن نحنا بيركز على نقد الفكرة قد ما بيركز على العناصر الفنية بس اللي موجودة في العمل الإبداعي The social trend is linked to the social and cultural life and the emphasis that the human responds to the social and cultural changes that fit the environment But this trend represents personal judgment of individuals and it is influenced by external factors of the media work الاتجاه اللي بنسميه الـ social او الاجتجاه الاجتماعي بيرتبط بالحياة الاجتماعية ويرتبط بالحياة الحضارية والتأكيد على أن الإنسان بيستجيب لمتغيرات اجتماعية معينة وحضارية بتناسب البيئة حقيقة هذا الاتجاه هو الـ social trend هو اللي بيحكم على العمل في إطار المجتمع اللي سائد فيه ده بيتناول العمل في إطار السياسي وفي إطاره الاقتصادي وفي إطاره الاجتماعي في إطاره الديني في إطاره الأتيولوجي كل العناصر اللي بتمثل الـ societal factors اللي هي العناصر المجتمعية المحيطة بالعمل الفني بيتناول هذا الموضوع من خلال الـ article في هذا الإطار فبيحكم على كل العمل الفني بكل عناصره في إطار علاقته بالـ society اللي هو اتخلق فيه هذا العمل الفني عندنا الـ historical trend في هذا الموضوع الكريتك تقوم بعمل الفني من العمل الفني بسرعة الموضوع التي تقوم بسيطة على العمل الفني من العمل الفني ويقوم بعمل العمل في هذا الموضوع التقديم يمكن أن تفعل البعض من هذا الموضوع الـ الناقض التاريخي الناقض فيه يدرس العمل الفني من خلال التاريخ الرؤية التاريخية المبنية على الأعمال السابقة لمبدع العمل الفني وبيضع هذا العمل الجديد في إطار هذا السياق اللي ممكن بعد كده يثبت أنه هو خاطئ أو غير سليم هي historical trend هو محاولة من الناقض أنه يقيم العمل في إطار أعمال المبدع ده نفسه فيما سبق وحطها في مكانة معينة وفقاً وهنا بيقيد حرقة المبدع الحقيقة في أنه يتعامل بشكل إبداعي المبدع ممكن جداً عشان يعمل الـ diversity وعشان يعمل التنوع ممكن يخالف ذا أو يظهر بشكل مختلف بعيداً عن أعماله السابقة لكن دي محاولة من محاولات الكتاب المقالات النقدية أنهم ينقضوا العمل في إطار وضعه في سياق تاريخي لأعمال هذا المبدع قبل ذلك الـ العديد من المبدع الـ هذا المبدع يقضى على الـ العديد من المدعم المدعمات المدعمة كما تقضى على الـ العديد من المبدع الالتجاه النفسي بيرتكس الى دراسة او الى النقد الجانب النفسي في الحقل الاعلامي الحالة النفسية للمبدع والحالة النفسية للمطلقين ممكن يكون نقد ذاتي مستند الاراء خاصة ممكن ما تكونش صحيحة ممكن ما تكونش موضوعية لان التركيز بس على الجانب النفسي الحقيقة للمبدع او للمطلقين او لالناس اللي بيشتغلوا في العمل الفني بيتجاهل بشكل واضح جدا كل القيم الفنية الشكلية الخاصة بالعمل الاعلامي الانتجاه 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 التكاملي اللي بيجمع بين كل الاتجاهات اللي فاتت وبينظر الى العمل نظرة اشمل مع عدم انه ما بيغلق ما بيغلبش جانب على جانب اخر هو بيتمايز بمجموعة من الخصائص يبقى توازن فني بين المحتوى والشكل والاسلوب يبقى احنا هنا مش بس بنقتصر على النقد بتاعنا على المحتوى او مش على الشكل او على اسلوب التعامل مع العمل الفني لكن بيعمل تكنيكال ما بين التلات عناصر دول بيحكم على العمل بما فيه من مضمون ومن شكل ومن اسلوب فني بردو بيفسر هالعمل الاعلامي بتاعنا في دوق ظروف العصر الاجتماعية والتاريخية والحضرية والظروف النفسية لمنتج العمل الاعلامي بيبقى هنا حقيقة هذا الاتجاه الانتجرل او الاتجاه التكاملي زي بنسميه بيجمع كل خصائص اللي قلناها في الاتجاهات السابقة واللي بيكتب ده بيكون اكسبرت شوية في الكتابة علشان يقدر يتعامل وبيكون في الغالب دايما بيتعامل مع الارتكل بتاعه في مجالة متخصصة في المجال الفني الخاص بالعمل الفني ده اللي هو بيقدم كريتسيزم بشأنه اكسر ايضا هنا لتعرفة ان التعامل من المجال الفني خاصة بالنقد القرآن المجال الفني في تحديد مجال الفني طبعا رصد هذه الاتجاهات الخاصة بالنقد القرآن الالامي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية كانت بناعا على درسات كتير اتعملت على متابعة او متابعة لارتكل كتير كتبت سواء كان نصوص اعلامية مقروعة او مسموعة او مرئية يجب ان التعامل او بيحاول انه يكون في كتاباته وصفي ومحيط شوية او ليضع اعرف من الان كتاباته لتناول شيء او العديد طبعا النقد كلما امكان بيحاول انه هو يكون في كتاباته وصفي ومحيط شوية إنه بيضطر إلى تناول العمل الإعلامي ببعض الذاتية في بعض الأحيان أو إنه هو يحط فكرة قدام الفكرة أو يتناول أديولوجية بأديولوجية تانية خصوصاً لو هو بيتناول عمل إعلامي عليه يعني لغة كتير أو كلام كتير ممكن يكون فيه معارضات شديدة لما قيل أو لما صور في هذا العمل الإعلامي فبيضطر الناقض وفقاً طبعاً للإدتوريال بوليسي اللي احنا كلمنا عنها قبل كده السياسة التحريرية في الصحيفة اللي هو بيشتغل فيها إنه هو يتعامل بشكل في بعض العدائية في بعض الأحيان أو مواجهة المنطق بالمنطق أو الفكرة بالفكرة لكن في نفس الوقت برضو لازم الكتابة دي تحرص على بعض الجوانب اللي لها طابع علمي اكتسبناه من الدراسة بداية النقد الإعلامي لازم يكون محدد المنطلقات بتاعته حتى لو ما لهاش وأستطيع أن يحدد منهجه بناء على ذلك كما أنا حكتب بالسوشيل تريند أو الانتجرى تريند أو السيكولوجي تريند أو غيرها من التريندات اللي أنا ممكن أبدأ بيها وأصير عليها في المقال بتاعي مبدأ ما يصحش أبدأ بالتريند معين وبعد ذلك أنتقل لتريند ثاني وأرجع عليها ثاني وألغبط في الكتابة بتاعتي لازم أكون محدد من الأول المنهج اللي أنا حمش عليه في كتابتي للمقال النقدي برضو أن يحدد اختياره لطبيعة النص اللي هيكتبه ونواية التحليل والدراسة بتاعته اللغة اللي هيستخدمها إيه هي بالضبط برضو أنه يقدر يحدد الأهداف اللي هو عايز يوصل لها وإلي رسمها لنفسه وإزاي حققها أو حيعمل على تحقيقها وإنه يقدر يحدد الإنسجام اللي هيكون حاصل ما بين المنهج اللي هو استخدمه في الكتابة أو طريقة الكتابة دي والنتيجة اللي عايز يوصل إليها أنا أرجو أننا استفدنا من هذا الجزء المهم جدا في المقرر بتاعنا في إطار الميديا وهو الجزء الخاص بالتريندز الخاصة بالميديا وتعرفنا بشكل عام طبعا مش محدد قوي عن أهم التريندز الموجودة في الكتابات الخاصة بالنقد الإعلامي في الصحافة سواء كان صحافة عالمية أو صحافة مصرية إن شاء الله ألقاكم على خير في محاضرة قادمة بإذن الله شكرا لكم